عايزة حركت وقول لمشاهدنا هي ايه احكام الشريعة المنصوص عليها في الدين للتعامل مع الاذمات والكوارث يعني علشان برضو يمكن نوجه رسالة اكبر لاستاذ المشاهدين في انه من منطلقي بيقولك طبعا العمر واحد والرب واحد احنا مؤمنين انه الرب واحد وان احنا كلنا لنا عمر ولينا اجل ولكن انا عايزة اتكلم على احكام شرعية منصوص عليها في الدين بتوصي بها الانسان للتعامل مع الاذمة او الكارثة الاسلام يعني وجه الانسان للتعامل مع الازمات العامة والخاصة في كل حياته وفي كل المواقف فبالنسبة للازمة التي نعيش فيها في وقتنا المعاصر وهي ازمة كورونا نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر وجميع بلاد العالمين من هذا البلاء ومن هذه البلوة التي عمت البلاد والعباد الاسلام او القرآن الكريم حينما تحدث عن هذه القضايا يعني نحن في منظمة الصحة العالمية مثلا او الاطباء يقولون يوصونا بمسألة النظافة ومتابعة النظافة حينما نرجع الى ديننا الاسلامي الحنيف نجد ان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في السورة او من اوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فالانسان لا بد ان ينظف ثيابه لا بد ان يغسل يديه من مبادئ الاسلام ان يحرص المسلم على غسل يديه بين الحين والاخر ان يكرر الوضوء حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الوضوء على الوضوء نور والطهور شطر الايمان يعني نصف الايمان حينما يكون الانسان طهرا نظيفا هذا من مبادئ الجمال والكمال الذي جاء به ديننا الاسلامي الحنيف فالله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين يحب الانسان النقي النظيف سواء كانت هذه النظافة او الطهارة داخلية او خارجية حسية او معنوية الانسان لا يستهين ابدا بهذه الازمة لا يستهين ابدا بهذا البلاء لا بد ان يأخذ بالاسباب ولا بد ان ينظف نفسه وكذلك لا بد ان يحرص على عدم ايذاء الاخرين ان بدرت منه ايته يعني ظواهر لتداعيات هذا المرض اللعين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا فالمسلم لا بد ان يحرص على نفسه فيتجنب اي شيء يلحق الضرر بهذه النفس الذي هو مأمور بها بالحفاظ عليها فمن مقاصد الشريعة ومن مقاصد الاديان جميعا حفظ النفس فالمسلم لا بد ان يطهر نفسه ان يأخذ باسباب النظافة والطهارة الحسية والمعنوية تمام دكتور بعض الناس ممكن تخالف هذه مثلا الاحكام او ان انا بحضرتك طبعا اكيد بتتابع وممكن يقولك طب واي يعني ما احنا هنصلي مثلا مع بعض الجمعة في الهواء الطلق او هنعود جانب بعض ونعمل صلاة جمعة صغيرة هنتكاتف مثلا مع بعض وتلاقي تجمعات مثلا لقدر الله لو في جنازات وما الى ذلك يعني هل الشخص اللي بيخالف هذه الاحكام متحرك بتقول انه المسلم مفروض انه يعني ما يقزيش حد انه يحافظ على نظافته انه ياخد بالاسباب وما الى ذلك لو انا ما بعملش ده هل ده في اسم من ناحيتي او لو انا مثلا بجمع الناس لأي سبب ما وانه ده ممكن يسبب الازية او العدوى اي حكم الشرع هنا السيدة اسماء الامام الشاطبي قال في كتابه الموافقات وبتحدث عن مسألة فقهية مهمة او قاعدة فقهية مهمة تسمى بقاعدة فقه المآلات فقه المآلات فقه المآلات من المقاصد المعتبرة شرعا ولا يخالفها الانسان سواء كانت مخالفة للواقع او للشرع او موافقة ما معنى هذا الكلام ان الانسان لا بد ان لا ينظر تحت قدمي وانما ينظر الى ما بعد فعله وانما بعد قوله ولهذا فالمسلم لا بد ان يعرف ان الاجتماعات وحضور الجماعات والاحتفالات والندوات والمؤتمرات هذه الاشياء وهذه الاجتماعات تسبب في انتشار هذا الفيروس وفي انتشار العدوى فهو يخالف الشرع والعرفة والقانون خاصة وان القانون يعني قرم هذا خاصة وان المصالح المعتبرة شرعا في الفقه الاسلامي قالت بوجوب التعامل او الاحتكام والارتكان الى رأي الدين في ذلك ورأي العلماء في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم اكد على كل هذه الامور والذي يخرج عنها فانما هو قد ارتكب اثما وجرما عظيما